موضوع المخدرات ده الحقيقة موضوع لما تيجي تتكلم فيه فتيجي تحط إيدك على الفئات يعني مين الأكثر تضررا أو مين الناس اللي بيروحوا لهذا المخدرات ما تقدرش تتحدد فئة ولا تقدر تحدد مين يعني هل الإنسان الأقل يعني الفقير مثلا لا هل الإنسان المتوسط لا أنا الإنسان اللي عنده فلوس لا هل اللي عنده تعليم لا يعني ما تعرفش هي بتبدأ إزاي لكن أكيد هي فيها مشكلة من البيوت فيها مشكلة إنه الناس ما تبقاش على قدر من الوعي والاهتمام بصحتها وإن الناس بقى تروح مع أي حد وإن واحد يجرب فيقولك بس جرب طب شوف لا أصل السجارة دي مش هتأثر أصل الحشيش ده حاجة خفيفة طب روح لده وبعدين رجله تيجي وبنشوف مشاكل كتيرة جدا في العائلات وما بيعرفوش يحلوها لأنها الحقيقة محتاجة علاج قبل ما نروح للعلاج يا رب نلحق نوقف المشكلة قبل ما تدخل في الإدمان خلينا نتكلم في الموضوع ونفكر فيه معاكم بصوت عالي دكتور عبد الرحمن حمد استشاري الطب النفسي ومدير وحدة علاج الإدمان السابق بمستشفى العباسية بساعة الخير يا دكتور بساعة الخير ليه ما بنعرفش الإدمان ما بياخدش طبقة بعينها أو فئات بعينها هو منتشر يعني كده موجود في فئات كتير وفي طبقات كتير تقرير المخدرات العلامي بتاع 20-22 ده صادر من حوالي يعني 3-4 شهور كان عنوانه كده مشكلة المخدرات أكثر تعقيدا وأكثر انتشارا عدد الناس اللي خادوا مخدرات في السنة السابقة اللي فيها التقرير كانوا حوالي 300 مليون 300 مليون في العالم؟ على مستوى العالم عدد الناس اللي على نمط دار كان حوالي 36 مليون يعني على نمط دار فقد السيطرة المخدرات سببت له مشكلة كبيرة يعني 300 مليون متعاطي؟ بالظبط كده واللي فقدوا السيطرة ووصلوا لمرحلة الإدمان الشديد اللي يحتاجوا ربما للحجز اللي حصل لهم مشاكل نفسية أو مشاكل صحية نتيجة للإدمان أو تسجنوا بسبب الإدمان أو فقدوا وظائفهم حوالي 36 مليون أكثر تعقيدا وأكثر انتشارا تعقيدا لي؟ مثلا هل الإدمان منتشر أكثر في الفقراء أو في الأغنية؟ الناس اللي معهم فلوس أو اللي مش معه؟ الطبقتين بيأخذوا فلوس اللي معهم فلوس بيأخذوا مخدرات واللي مش معهم فلوس بيأخذوا مخدرات الأسوأ أن اللي مش معهم فلوس أو الفقراء أن تطور مرض الإدمان والمضاعفات اللي بتحصل بتحصل فيهم أسرع ودرجة التقرير بيقول إيه؟ بيقول أن أفريقيا أكثر قرة في العالم هيزيد نسبة المدمنين فيها بنسبة 40% في عام 2030 يعني القرى الوحيدة اللي حتزيد بأكبر نسبة ليه السبب؟ الفقر ليه دور كبير في كده؟ الفقير لما بيأخذ مخدرات حيأخذ أرخص وأسوأ الأنواع هيأخذ أنواع رديئة وحاجة تانية كمان طب خد مخدرات عايز يتعالج مش متوفر له سرير للعلاج أو فرصة للعلاج التاني متوفر له فرصة للعلاج ولو انتكس أهله سيعالجه تاني لأ ده ممكن ده الفقير سيأخذ مخدرات ومخدرات سيئة أو أنواع وحشة جدا وفي نفس الوقت مش حلقة فرصة للعلاج وحتى لو أتيح لي فرصة ممكن لا تتاح لي فرصة ثانية سيأخذ وقت الغاية ما أهل يودوا للعلاج لكن التاني يكون يتعالج مرة واثنين وثلاثة فده بيقلل المضاعفات عليه لكن الطبقتين بيأخذوا وكل طبقة لها المخدرات بتاعتها طيب خليني كده أقول لو أنا برضو يعني أنا في المجتمع والأهائلي إزاي يقدر يعرف أنه ابنه عنده اللي ممكن ياخده في السكة دي أو فيه كده شواهد ممكن تحسسه أنه في حاجة غريبة بتحصل الدراسات العلمية دلوقتي بتتكلم على إيه على للوقاية أن الأولاد ما ياخدوش مخدرات ومش بس المخدرات أي رزق به فيه أنه ما يدخنش أنه ما يدخلش في علاقات جنسية مبكرة أو أن يعمل أي تصرفات مثلا بيتكلموا على إيه بيتكلموا أن يتحدث لأبناء يعني قرب منه اعرف سلوكه اعرف صحابه شاركوا الاهتمامات خليك موجود في حياته عشان ما يتفاجئش أن الولد دخل بدأ يزوغ من المدرسة بدأ يأخذ مخدرات فعنده سلوك السلوك ده ممكن يوديه للسكة دي بالضبط أنا سمعت يا دكتور حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي بيقلوها لو أنا مثلا حسيت أن ابني عنده مثلا حتى إدمان للشوكولات أخاف إدمان للقهوة يعني إدمان لأي شيء يعني فكرة أن أنا بقى مدمن لحاجة معينة دي برضو ممكن تؤديني للطريق ده ده حقيقي لأن ده بينبقنا أن فيه شخصية إدمانية الشخصية الإدمانية أو الاعتمادية ممكن تدمن أي حاجة بالمناسبة الأولاد اللي بيأخذوا مخدرات هنلاقي يعني حتى دلوقتي بيتكلموا أكتر على الإدمانات السلوكية أكتر من إدمان المخدرات زي دي نعم سيلة دكتور يعني ممكن يبقى مدمن على المخدرات ممكن يبقى مدمن على البورن أو العلاقات الجنسية ممكن يبقى مدمن على الجيمينج مثلا أفا أنا من البداية أشوف شخصية ابني ألقط الحاجات دي مبكرة ألقطها أني أحاول أربيه بشكل أحاول أربيه بشكل متوازن بيروح المدرسة عنده تمرين بيروح يصلي في العيلة بلاش أسيبه يتسحل قدام الموبايل كثير من الأهل أو الأسر بيدوا أولادهم الموبايل ويسبوه قدام الموبايل بسبوه قدام السوشيال ميديا بالساعات الكثيرة لازم يتحدد لوقت محدد يستخدم فيه السمارتفون يتحدد لوقت محدد يتفرج على التلفزيون اللي هي تثبيت السلوك يعني أنا أبقى برضو بصبت السلوك بتاعه يعني قد ما أقدر بيسموها الرقابة الوالدية أو المتابعة الوالدية عشان كده بيقولوا أحد أسباب الخطورة فقدان الرقابة أو المتابعة الوالدية أكون موجود في تفاصيله أتابع مراحل النمو بتاعته أعرف صحابه بيخرج إمتى وبيرجع إمتى شكل اللي هو بدأ الإدمان إيه اللي يقلقني زبول مفيش قدرة يعني اديني برضو حاجات كده أقدر أنا أبقى عندي القلق ده في مجموعة من العلامات بنقول عليها ويرنينج ساينز أو علامات خطورة واحد تغيير في السلوك كان لطيف وهادي وكيوت ابتدأ يعصب ينرفز من غير أي حاجة تاني حاجة تغيير مستمر في الأصدقاء كل شوية بقى في شلة جديدة في حياته تالت حاجة بدأ يبقى عدواني وعنيف وبرد كده بعصبية رابح حاجة بدأ يبقى مثلا في تغييرات في الجسم في شحوب في اللون بتاعه عينيه بتجيلي محمرة أو في شكل وكل مادة من المواد أداءه مثلا عصبيته على أهله تجرؤه أحيانا عليهم الأداء الدراسي بتاعه بدل ما كان متفوق دلوقتي أصبح نمره بتقل لغاية ما أصبح دلوقتي ممكن يتعصر دراسيا ابتدى مثلا دلوقتي يتأخر عن البيت ابتدى يطلب فلوس زيادة ابتدى أنه هو مثلا تصدر منه تصرفات ما كانتش متوقعة يعني إذن اللي هي العين اللي فيها متابعة يعني بلاش أقول رقابة لأنه بتخنق الولاد لكن اللي فيها منتابعة بعين اسمها المتابعة الوالدية أكثر من الرقابة الوالدية خلينا كده ندي شوية يعني نصايح للناس وكده خصوصا مسألة الإدمان دي بقت يعني أحيانا والناس البسيطة أهلين المساطاء ابنه بيخرج على باب الله أو بيشتغل ممكن يكون بيدرس أو بيشتغل في أي حاجة إزاي يتطمن عليه يعمل إيه يعني إيه اللي مفروض يعمله الشاب في السن ده لأنه الشاب عنده طاقة زيادة أنا إزاي أفعل الطاقة دي بحيث أنها ما تقول إيه طاقة زيادة تروح لمشوار غلط يعني تعمل في مرة من المرات يعني حد يعني البروفيسير أمريكي جايبينه في مدرسة فبيعمل برنامج للتوعية مع الأولاد فعمل إيه جاب لهم جزوح شجر وحبال وحاجات كده قالوا له بس الأولاد حيتعوروا كده قال خليه يتعور ما فيش مشكلة ده بيسموه ايه كونترول دريسك أنا عايز يطلع الطاقة اللي عنده بس يطلعها في حاجات إيجابية يمارس رياضة يمارس يمارس تحديات كثيرة في حياته التفوقه الدراسي ومتابعته في الدراسة ده بروتكتف فاكتور دايما بيتكلمه دلوقتي على حاجة اسمها عوامل الحماية وعوامل الخطورة عوامل الحماية وانت بتتكلم برضو ياريت تديني نصائح للأسر البسيطة مش كل الناس عندها نادي مش كل الناس حتاخد بالها فيه ناس بسيطة على باب الله الست بتخرج أسرة معيلة بتعقول أولادها بتخرج هما بيروحوا مدرسة بتتطمن إزاي أكبر عامل حماية أكبر عامل حماية ومش محتاج فلوس ولا محتاج أي حاجة وجود الأب أو الأم في تفاصيل حياة أولادهم إن هما يصحبوهم يبقوا قريبين منهم إن هما يتابعوهم إن هما يبقوا في شكل التواصل في دفع في العلاقة بينهم يقدر يتكلم مع بابا يقدر يتكلم مع مامته هما يقدر يتواصل معهم يقدروا يبنوا بصور للتواصل معهم لما ابن يخرج ويقوله أنا خارج وحرجع الساعة كذا لما الولد يكون خارج يطمن أهله إنه هو برة ويبقى فيه ده شكل وإسلوب حياة موجود جوه البيت ده مش محتاج فلوس ولا محتاج أي حاجة اللي فيه متابعة كده من القلب طيب أنا عايزة كده ندي برضو نتكلم عن شوية حاجات الناس تقولها يقولك إيه يا عم خد سجارة حشيش والله ما فيها حاجة الحاجات العشبية دي الحاجات الكيمائية يعني أنا عايزة أفرق برضو تفرق للناس إنه كله بيمشي في نفس السكة في الآخر ده حقيقي يعني المخدرات يعني ما تكون حاجات يعني نباتية زي البانجو والحشيش أو حاجات سنستيك أو صناعية اتفاقات المخدرات العالمية الثلاث اتفاقيات بيصنفوا الحشيش في الجدول الأول من المخدرات مع الكوكين مع الهروين مع باقي أنواع المخدرات ليه الناس بس بتقول إن الحشيش مش إدمان ودي سجارة عادية أو الكلام با لأن الثقافة بتاعتنا احنا الشعبية بتقبل الحشيش زي الثقافة الغربية ما بتقبل الكحول والكحول عادي جدا والوايت والأسماء اللي بنسمعها فحنا في قبول للثقافة دي لكن الحقيقة بالضبط لكن الحشيش هو أكتر مادة مستخدمة حوارين العالم بيستخدمها أكتر من 200 مليون الحشيش لو حد يخذ حشيش حيبقى مدمن عليه بنسبة كم؟ بنسبة واحد من بينكم الحشيش ممكن يؤثر في إيه على المدمن؟ واحد لو ولد خد الحشيش في سن صغيرة معدل الزكاء بتاعه حيقل تمن نقطة عن الولد اللي في سن اللي مش بيشرب حشيش ودلوقتي بنشوف سن التعاطي على مستوى العالم وحتى عندنا في مصر انخفض بدل ما كان 16 سنة ممكن يوصل ل13 سنة الأولاد بيبتدوا وجربوا فيه 13 سنة سن التعاطي ده في معظم دول العالم وتقرير المخدرات العالمي بيقول كده ثاني حاجة انه بيأثر على الأداء الدراسي لانه بيأثر على حاجة اسمها cognitive functions أو الوظائف المعرفية زي التركيز زي الزكرة زي الحكم على الأمور ثالث حاجة انه ممكن يسبب أعراض نفسية زي الاكتئاب زي دل نشوف حاجات دلوقتي النوبة الزهان الحادة أو بيسموها فرس سايكوتك إبسود دي بتحصل ميلي مع الحشيش وبالذات بتحصل لما الأولاد الصغيرين عشان كده فكرة ان الأولاد أو حد يبتدي في سنه صغير خطرة جدا ليه لان المخ بيفضل يتكون من أول الولادة لغاية منتصف العشرين الغاية 25 سنة فلما حد ياخد في سنه صغيرة الحشيش بيتدخل في طريق التكوين المخ فبيبتدي يحصل بيغير طريق التكوين المخ بيغير بالزبط فعشان كده بي عندهم تدهور دراسي بيبقى عندهم عدم القدر على إنجاز المهام اللي بتطلب منهم هي فكرة إن أنا السجارة ممكن تغيبني يعني تغيب عقلي أو تقلل من قدراتي طب فكرة بقى إنه أحيانا حد يقولك إيه يبقى حد عنده ضغط عنده مشكلة أسرية مشكلة في الشغل أيا كانت المشكلة فيقوله بس خد خد دي هتهديك وتخليك تفكر وتحل فيه ناس ضعيفة بتقبل ده ومن هنا من النقطة دي من أول ما بيقبل ده بيخش فيه مسألة بقى التعاطي ثم الإدمان فبيحس إنه طب أنا هعمل إيه أنا عايز أنسى يقولك أصلا أنا عايز أنسى كمان بتحصل ده بيحصل حقيقي دي مجموعة من الأسباب بنتكلم عليها الشكل اللي حضرتك وصفتي ده ممكن يبقى مرتبط بالكالتشر مرتبط بضغط بنقول عليها ضغط الأقران أو الثقافة مرتبطة في المناطق مثلا معينة أو بينفقات معينة أو كده لكن فيه أسباب تانية كثير إن المخدرات تبقى متاحة بتبقى متوفرة سعرها رخيص في أفلام أو في أعمال درامية بتروج لها وبتظهر اللي بيشرب مخدرات إنه بطل هل أنت سعيد لأنه الدراما الحقيقة عندها صوت عالي دلوقتي إنها وقفت المسائل دي وإنه ما يبقاش فكرة إنه البطل يعني متدايق فياخد سجارة يعني بقى فيه وعي في الحكاية دي في الدراما لكن أنا عايز أرجع تاني كمان الأصدقاء أحيانا ممكن يبقى حد تمام ويبقى فيه صديق هو السبب الإدمان هو سبب المشكلة يكاد يكون ده أكتر سبب إحنا بنقول عادة الطفل بينتمي للأسرة أكتر لكن المراهق بينتمي للشلة أو للصحابه يكاد يكون السبب الرئيسي في التعاطي اللي هو تأثير الأصدقاء الشلة في حد من الشلة بيشرب ليه لأنه عايز ينتمي للجروب للمجموعة دي عايز يكون زيهم يقولك دور المجموعة اللي أنا بضرب معهم كلمة بضرب معهم بالضبط فتأثير الشلة أو تأثير الصحاب ده السبب الرئيسي فيه الغالب اللي بيخلي الأولاد ياخدوا مخدرات ليه دايما بيتقال إنه لا لو أنت مدمن هيروين أو كوكين أنت علاجك صاحب أنت انتهيت ده حقيقي؟ احنا بنفرق المخدرات حسب الشدة بتاعتها الكوكين والهيروين والآيس أو الشابو المنتشر دلوقتي بنقول عليها هارد دراكز هي الشديدة السمية وكمان تطور الإدمان عليها أسرع بكتير يعني عشان واحد يبقى مدمن للحشيش هياخده يوميا مثلا لمدة سنة لكن الكوكين والمواد والهيروين والحاجات دي لا ده ممكن من كذا جرعة يبقى مدمن عليها ويفقد السيطرة عليها وليها مخاطر كبيرة مش معنى كده مخاطر الحشيش أقل لا ده الحشيش ممكن يسبب فصام ممكن يسبب اكتئاب ممكن يسبب تدهور وظيفي ممكن يسبب كل حاجة كل شيء نفس الكلام بالنسبة للمخدرات ثانية ممكن يدخل في أوفردوز ممكن يحصل له جلطات ممكن يحصل توقف للتنفس ممكن يحصل يعني موت مفاجئ ممكن تسبب بنفس المشاكل لكن لكن نسبة العلاج العلاج أخباره يعني كتير قوي بنشوف حتى في الدراما بيعملوا جلسات كده جمعية عشان كل واحد يقول مشكلته بيعملوا رياضة بيبعثوهم عن أصدقائهم حتى بيخليهم حتى يمتنعوا حتى عن نفس المود والمزيكة والحياة اللي عاشوها دي هل ده فعلا ممكن يخليهم متعافين ده حقيقي لكن خلينا أكد أني لما بيتطور للتراب ويوصل لمرحلة الإدمان مش فارق نوع المادة بيأخذ ايه أو كده عشان كده لما بنعالجهم بنعالجهم مع بعض التعافي من الإدمان ممكن ممكن جدا بل بالعكس ده أجمل نجاح للمدمن أو للشخص اللي جرب مخدرات هو نجاحه في العلاج من الإدمان وهو مدمن هو ميت بيموت كل يوم بيموت كل لحظة هو وعيلته ومجتمع وناسه وبلده وحاجات كتيرة ده حقيقي ممكن يتسبب لدرر لنفسه لو هو سائل عربية وشارب سجارة حشيش ممكن يتسبب وفيات كتيرة في الشارع وهو واخد مخدرات ممكن يحصل سلوك عدواني أو سلوك عنيف يقتل حد يأذي حد من أهله وهو واخد مخدرات ممكن يحصل له أوفردوز ممكن يتصرف بشكل عشوائي أو شكل غير محسوب العواقل طب ليه المخدرات بتروح لناس يعني حد يعني عنده مشاكل كتيرة جدا يقع في المخدرات حد مبسوط بعض المشاهير حتى في العالم يعني شفنا حكايات كتير للمشاهير دول طب ده عنده فلوس وشهرة إيه اللي بيحصل في النفس البشرية تخليك تروح للسكة كتير بنقسم الأسباب سببين رئيسين بيخلوا الناس ياخدوا مخدرات أسباب بيولوجية لها علاقة بالوراثة وأسباب بنقول عليها بيئية أو الانفيرومنتل الأسباب البيولوجية حوالي 30-40% وممكن تبقى موجودة يعني أبوه مدمن هو حيطلع مدمن أو فيه تاريخ مرضي في العيلة لكن الأسباب البيئية والانفيرومنتل هي الأهم زي إيه هو بيئة عمل متعارف عليها مثلا إن فيها ثقافة شرب مثلا تمام هو الشلة بتاعته بتشرب أو هو فيه ضغوط في بيئة العمل اللي هو موجود فيها هل ده مرتبط بالإبداع يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله يقولك إيه مع الاحترام طبعا يعني لكل الناس ممكن يكون مبدع في أي مجال يقولك لأ بسمعليش يعني هما المبدعين كده هما الناس كده هما المشاهير بعضهم كده بتسمع الكلام ده إيه العلاقة بيتم الترويج لها إن المخدرات بتحفز الإبداع عشان يحصل إبداع بيحتاج إلى صفاء ذهني بيحتاج إلى قدرات عالية بيحتاج إلى تفكير خارج المألوف بيحتاج إلى تركيز وإدراك الإدمان بيعمل إيه بيبوز كل الوظائف دي بيبوز الإدراك ولا بيحفز ولا أي حاجة هل دي حالة نفسية بيحط نفسه فيها بيحطوا نفسهم فيها هو بالتأكيد دي حاجة وبالحاجة الثانية لو حد خد سجارة تحشيش في الأول آه الحشيش ممكن يعمله بالتأكيد أي حد فينا عنده ضغوط فممكن لو جرب سجارة في الأول حيهدى حيهدى فعلا آه ممكن يهدى لكن أو الله لو شربت كوباية نعناع وأنا مدايقة برضو حد بالضبط ده حقيقي بس الحقيقة المشكلة أنه مش عارف أنه ممكن يفقد السيطرة بعد كده التجربة اللي جربها أول مرة ودته إحساس لذيذ ولطيف ممكن ما تكملش بالشكل ده فممكن يفقد السيطرة ممكن يحصل له يعني فقدان لكل الوظائف المعرفية أو تدهور فيها ممكن يحصل كل المشاكل الصحية بتحصل مع كل المخدرات يعني الحشيش مثلا بيسبب أمراض زي السرطان وأمراض في القلب الهيروين والكوكين والهارد دراجز بتسبب مشاكل على القلب على الرئتين بتسبب جلطات بتسبب أعراض زهنية المخدرات بقى وطاقة العمل وعدم النوم والسهر لأن الحياة بتتبدل فبتوصل الإنسان لفين يعني ليه بتخلي بنشوف حالات ويتخنقوا مع أهليهم ويدرب أمه ويدرب أبوه ويبيع حكة البيت ويبيع حكة الشقة وزيجات بيتم الانفصال وقصص كتيرة جدا نتيجة المخدرات تيه بتوصل يعني بتوصل لحد فين حد الانتحار كمان ده حقيق إحنا لما بنعرف الإدمان فبنقول رغبة قهرية في التعاطي هو مش بيبقى شايف حاجة هو لو أنا فاكر قصة أن حد من الشباب وهو بيتعالج فبيحكي يعني أشد موقف حركه للعلاج فبيقول إيه إن بنتي كانت سخنة وكان فيه خمسين جنيه في البيت وكان وقت الضرباية دلوقتي في إما حضرب يا إما حوديها للدكتور قال أنا روحت ضربت وسبت بنتي دلوقتي هو لما تعالج شاف قد إيه التصرف الموقف اللي عمله ده منتهى الجنون طبعا مش متصور يعني هو ما بيشوفش أهله ولا ناسه ولا بيشوف حد الموقف ده بالضبط يأكد لحضرتك قد إيه يعني وهو بياخد مخدرات وبالذات المخدرات هو مش إنسان ومش عايش ده حقيقي بيفقد كل المشاعر الإنسانية بيبقى يعني كأن فيه قوة بتسوقه كده وهو مش شايف قدامه طب أنا عايزة مثل كده يعني بيحضرني ويتني هيوستن من أجمل الأصوات اللي غنت ورغم النجاح والشهرة والصوت الحلو ويعني هولويت كلها كانت بتحرف ويتني هيوستن إلا أنها تعرضت للمخدرات وتوفت بأوفردوز وبعدها بسنة بنتها ماتت على فكرة بعدها بسنة بنتها ماتت أوفردوز كمان فليه يعني رغم الإبداعة يعني وهي مبداعة إزاي يعني هل في لحظة ما بين الإبداع وده إن الإنسان برضو لازم ينتبه فيها إحنا لما بنقول المخدرات بنقسمها في مخدرات بتحفز النشاط بتدي باور بتدي قوة هذا حقيقي يعني الأمفيتامينز أو الكوكين يعني ممكن ياخده يفضل يومين ثلاثة صاحي فلو عنده حفل لو عايز يغني ست ساعات ثمان ساعات فممكن ده فعلا يدي له باور طب لو بياخد هيروين والهيروين مثلا قاتل للألام عشان المورفن والكلام فده برضي هيقلل إحساسه بالألم هو ممكن فعلا لما هياخد الحاجة دي هيشوف إنه هو قادر يدي أكتر بتغني أكتر بتشتغل أكتر بس هي مش عارفة إن هي هتفقد السيطرة مع الوقت مع تكرار التجربة اللي حصلت مرة أو مرتين أو عشرة هي حاجة مش طبعية زائد إنه نمط الحياة المتسارع والضغوط المتسارعة فضلا إنه ممكن يكون أغلب الوسط بالشكل ده ده حيبقى عامل محفز قوي إنه ناس كثيرة تعمل الشكل ده نسبة الشفاء يعني مين بيقدر فعلا يعدي من الكرسى دي ومين بيقع فيها الشفاء من الإدمان أو التعافي من الإدمان أمر ممكن ممكن جدا جدا وناس كثيرة بتتعافى ناس كثيرة ممكن ألاف القصص أحكيها لحضرتك عن الناس اللي تعافي لكن الإرادة وحدها لا تكفي يعني أحيانا بسبب فقدان السيطرة إنه مش قادر يسيطر على المادة المخدرة اللي أخدها فضلا عن حدوث يعني لخبطة أو كوجنتف امبيرمنت أو حدوث مشاكل في الوظائف العقلية العليا مش قادر ياخد قرار فأحيانا إن الأهل ياخدوا القرار بالنيابة عنه ويودوا للعلاج بعد فترة هو حيبقى ممتن ليهم وشايف ده أفضل قرار أهله خدوا لي يعني إذن الأهل لو شايفوا إنه ابنهم محتاج ده لازم ياخدوه طبعا وقانون العلاج نفسه المادة 13 أو في أزلي أو للآخرين يعني يجوز إنه يتم يعني إجباره على العلاج أو إرغامه على العلاج لأنه فقد السيطرة على المادة اللي هو بياخدها فضلا إنه ممكن يكون بموت نفسه مئات المرات في اليوم بيأذي كل اللي حوله طيب مجتمع أفضل ببيئة صحية أحسن بحاجة جميلة أفلام مثلا مثلا حد زي محمد صلاح لما عمل فيلم ضد المخدرات وهو مثل حلو هذه الأمثلة ممكن بجد تؤثر في شاب لسه بيجرب وتمنعه تماما وتخليه فوق لنفسه يعني إحنا محتاجين لهذه التوعية بجانب التوعية طبعا الصحية هذه الأمثلة قد إيه ممكن بجد تدي وقاية وتحمي ده حقيق يعني أحضرني مثلا في التسعينات كانوا خايفين من تأثير جونترافولتا عشان هو كان محبوب عند المراهقين وكان ساعتها هو بيجاهر قوي بحطة إنه بيشرب ماريوانا دلوقتي الموضوع خلاص بإيليجل كان ساعتها شيخ خايفين على المراهقين عشان تأثيروا عليهم نفس الكلام دلوقتي لما حد يكون نموذج ناجح وبيحق أسكور عالي في الحياة وبيحق أهداف كثيرة فبيبقى هو نموذج أهداف كبير للناس فعلى الأزر سايد برضي نفس الكلام لما يكون نموذج زي كده يعني سيء أو أنه هو مثلا كذا ده حيخلي ناس كثيرة تقلدوا ولما يكون حد صالح ونموذج ملهم للناس وللشباب وبالذات المراهقين حيكون ملهم لهم جدا ويكون سبب أنهم آخر حاجة إدمان الأدوية يعني أدوية بنسمع أدوية معينة وحاجات معينة وأدوية الناس تاخدها تتداوى بيها مثلا من أمراض إنفلونزا وكحة وحاجات كده يعني هي برضو بتقع في نفس الجدول ده ده حقيقي وده نوع موصوف علميا اسمه Medical Prescribed Medications وده كرسة في أمريكا بسبب المواد الأفيونية اللي كانت موصوفة واللي كانت شركات الأدوية وكانت دكاترة بيكتبوها لدرجة مات في أمريكا 500 ألف خلال العشرين سنة الفاتوا بسبب الأدوية الموصوفة طبية فهي كرسة معروفة ومنتشرة في العالم كله ومصنفة علميا الشباب الصغير لو مشي كل يوم نص ساعة في اليوم بتعمله وقاية؟ آه طبعا لو مشي لو مارس رياضة لو راح مكتبة لو اندمج في أي نشاط بالتأكيد تعمل له وقاية لو اشتغل في الصيف آه طبعا اشتغل في البيت حيبقى مسؤول حيبقى ما عندوش وقت أنه هو أصلا يجرب الحاجات دي حيبقى طول الوقت مشغول أهداف أحسن وأكتر كمان لو فيه كومبيتشن في الدراسة وفي المدرسة بتسمح بداه وأنه هو يتفوق وهو زميله وينفسه بعض يعني تطلع الطاقة فيه أمور طبعية قنوات شرعية للطاقة أنا بشكرك شكرا جزيلا حيفضل الكلام كتير المهم نحمي دايما المجتمع والناس من هذا الأفيون الخاص بالمخدرات بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن حمد استشاري الطب النفسي ومدير واحدة علاج الإدمان السابق بمستشفى العباسية مهما كانت الخطورة مهما كان فيه إدمان مهما كان الناس اللي بتبيعوا والديلر والحاجات اللي بنسمعها والحاجات اللي بنشوفها أنا بشوف أنه أهم حاجة العيلة الناس اللمة اللمة الحلوة اللي على الطابلية حتى لو ما بنكلش بنتكلم بنسمع بنشوف الأب بيحكي عن يوم وقد إيه كان تعب فيه علشان يجيب بس الأكلة الحلوة اللي بنكلها الأم اللي بتبقى شقيانة علشان خاطر ولادة ونسمع الولاد هم كمان عندهم قصص لطيفة محتاجين كتير ناس تسمعهم طاقة الشباب لازم تروح دايما في حاجات صح والأهم العين الحلوة بتاعتنا عين الأم والأب والعيلة والجد والجارة والناس عين المتابعة وعين المحبة دي ممكن توصلنا لحاجات كتير هيفضل فيه إدمان لكن هتفضل فيه عيون في المجتمع بتحاول تتخلص طول الوقت من أي حاجة تزود هذه الحالة بشكركم شكرا جزيلا النهاردة كان يوم مليان أخبار وحاجات كتير يارب يسلمكم دايما بكرة يوم جديد في التاسعة أما أنا ألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل يوم الخميس تصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر